اشتركوا في القناة تقولين الله سبحانه وتعالى وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته اذا عزيز مصر شراء يوسف عليه السلام العمر ديال يوسف عليه السلام عشر سنين شراء وزير من وزراء ديال مصر وجابوا الزوجة دياله وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته اكريمي مثواه بمعنى انه تتشاور مع الزوجة دياله تتشاور معها فهذا المسألة ديالة يوسف عليه السلام واش يديره خادم عندهم يعني عبدا خادما وليت بالنوقعهما وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته اكريمي مثواه اكريمي مثواه بمعنى اهتمي به ورعيه يعني رعاية الأطفال اكريمي مثواه عسى أن ينفعنا يعني نديره عبدا خادما اي حاجة بعيدا يقربها لنا او نتخذه ولده حيث هو أصلا ما تولدوش ما عندهم مش دراري ذاك شعلش اللي جاب يوسف عليه السلام وتتشاور معها قال لي هير يا إما نديره عبدا خادما يا إما نديره قحنا يا ولد يعني نتبنوه وتنولو وتنفهمو أن التبني راه جائز جائز في الدين الإسلامي أنك أنت يتخذ شي ابن ولا بنت وتبنه هير هو اللي حرام في هذا التبني وهو أنك تعطي له لكنية ديالك وتقول لي عنده واحد الحقق اللي ماشي دياله ماشي من حقه أنه يقول لي يخذ الحق ويقول لي قال الله سبحانه وتعالى رخ تصلي أنا ناخذ الحق ديالي في الإرت ويقول لك للرجال نصب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصب مما ترك الوالدان والأقربون هو ما عندوش الحق ماشي قال هو ابن حقيقي ديال هذك الأسرة لك شعلش تقولوا أن التبني حرام على هذا الأسس أنك ما تعطيش لي الكنية ديال إلي خديته مثلا من شي مؤسسة خيرية رات تتخذوه بالحالة المدنية اللي هو ما أصلا ديرين هاليه على حسب تغطية صحية دياله على حسب أنه يتقيه في المدرسة ويقرأ تتخذو بالحالة المدنية دياله وديك الساعات متهي تتبنه إذن هنا يا كي قلنا جائز أنك تبنى الأقفال هير هو اللي حرم وهو أنك ما تعطيش ليه الكنية ديالك الكنية ديالك ما خصكش تعطيها ليه هناك كيف تلاحظوه أن عزيز مصر وزير من وزارة مصر قال لمرتو اهتمي به عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولده وهناك كيف قلنا تشاور حيث هما أصلا تأثقين أن فكرة ديال أنهم يجيبوشي عبد يجيبوشي عبد ويشري وهو يجيبوه القصر هذكرها مفرغ مننا عادي بالنسبة لهم هما ماشي مشكلة يعني هناك ماشي تفاون هناك تشاور تشاور مع الزوجة دياله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولده احنا نتمنى وقعه نديره ولد وتقول لنا الله سبحانه وتعالى وكذلك عشنا هي هذي كذلك بمعنى إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى بشر يوسف عليه السلام بالرؤية كذلك مكنا له في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض مكنا ليوسف في الأرض بمعنى والتي عنده يوسف عليه السلام مكانة في مصر حيث بيوليتي عايش في القصر مكنا ليوسف في الأرض بمعنى صفره تمكن ليه في أرض مصر ما عاديش بقي يخرج منها هذا هو المقصود يالله سبحانه وتعالى كذلك مكنا ليوسف في الأرض ما عاديش مثلا يبيعوا هذي الوازيع الشي واحدة خورو يمشي لشي بلاد خورا يمشي لشي عمو يمشي لشي بلاد خورا لا صافي الله سبحانه وتعالى رأى مكلف أرض مصر ما عاديش بقي يخرج منها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض في أرض مصر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه أعطالي الله سبحانه وتعالى واحد لهي بخورا لي ولنعلمه من تأويل أحاديث تأويل أحاديث بمعنى تسير وتعبير الرؤى ولنعلمه من تأويل أحاديث والله غالب على أمره الله سبحانه وتعالى لفتح تفرض عليك شي أمر رهن مستحيل أن نكتب لهذاك القدر ديالك وراء القدر بصفة عامة ممكن أن نحن ينبدله كيفاش تقول لنا الله تقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيل العمر إلا البر بغيت الله سبحانه وتعالى يطول لك في العمر ديالك بر لوالده تقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيل العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء الدعاء نقول الناس يدعيه معك باش مثل الله سبحانه وتعالى مكتب عليك أنه صابك شي مكروه توقع عليك شي مصيبة علاش يبقى عليك هذي المصيبة حيث انت يا تتدير الدنوب انت يا إنسان تتدير الدنوب وفي نفس الوقت تتقول لله سبحانه وتعالى يا الله بخني الجنة والجنة في نفس الوقت ما يمكنش تدخل لها وانت يا فيك ذرة من أش من دنب وبالتالي إلا ما نقيت انت يا شراسك بأش بالتوبة بالاستغفار بالحسنة يذهبنا السيئات إلا ما نقيت شراسك بهاد شي تقولي الله سبحانه وتعالى تنقيك بالمصائب المكفرة تقولي تسلط عليك الله سبحانه وتعالى المصائب المكفرة وتتقولي تباش تبدل هذا القدر ديالك هذه المصيبة باش تحيدها تتقولي أشلتة الترف تتقول للناس يدعوه معك وأحسن واحد ممكن أنه يدعي معك هو الولدين ديالك وأحسن واحد ممكن يدعي معك هي الأم ديالك كيف دير العلاقة ديالك مع الأم ديالك واش قبل ما تخطوي قبل ما تدير تشي خطوة خارج البيت واش قلت لأم ديالك تدعي معك حيث رأي لربما أن الله سبحانه وتعالى مكتب عليك واحد المصيبة وهذك الدعاء ديال الأم ديالك تقولي الله سبحانه وتعالى تحيد لك هذه المصيبة تتقولي كيف قال عمر بالاخطاب رضي الله عنه نرد قضاء الله بقضاء الله تعالى تقولي أش تقولي الله سبحانه وتعالى تحيد عليك هذا القدر السيء وتجيب لك واحد القدر أخر زويل ما فيه تشي مصيبة ذك شعلش من انت يتفلت من شي مصيبة ولا من شي حاجة تقولي لك الأصدقاء ديالك وتقولي لك سحب واقي لايلا انت يدر تشي حسنة ذك شعلش للله سبحانه وتعالى بعيد عليك هاد المصيبة وبالتالي أش لتنفهموا بيضا أن القدر ديالك السيء والمصائب والابتلاءات رممكن أنك ترضى بقاش تترضى بالدعاء كيف قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعود لكم الحادث تقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطيل العمر إلا البر بر الوالدين ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يرد القدر إلا الدعاء وش هذا يعني أن يوسف عليه السلام يكون دعاوه معه الناس وش عادي يبدلوا له هاد القدر دياله لا ما عاديش يبدلوا له هاد القدر دياله حيث الله هنا يتقول لنا هاد نوع ديال القدر الله سبحانه وتعالى تفرضوه القدر اللي تكون فيه مصالح زوينة ليك والناس أرا هادك تفرضو الله سبحانه وتعالى دك شعرش قلنا الله سبحانه وتعالى هنايا قلنا والله غالب على أمره غالب على قضائه حولوا الإخوة ديالي يوسف أنهم يبعدوه من القدر دياله وما تبقاش عنده وما تكونش عنده واحدة قيمة كبيرة ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره على قضائه وش اللي وقع ولدك ش الله سبحانه وتعالى اللي بغى أنه يوقع ليوسف وهو اللي وقع ليه تفرض عليه هادك الأمر تفرض علي يوسف أن الإخوة دياله يغميه في غايبة الجوب ومن بعد يبيعه ويمشي من الشام الماصر علاش حيث هاد الابتلاءات فيها مصلحة فيها حكمة زوينة مسقبلاً اللي هو أن يوسف عليه السلام عادين قدل بشرية من سنوات ديال الجوع وديال الجفف إذن فهمتوا بركة المقصود ديال والله غالب على أمره القدر ديال الله سبحانه وتعالى اللي تبغي يفرضه حيث فيه مصلحة للشخص أو فيه مصلحة للناس راتع وتوقع والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بزافة الناس ما تفهموش هاد الإشارات اللي تتكون عندهم من الله سبحانه وتعالى في الحياة ديالهم مثلاً تتبين 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 مثلاً توصلوا واحد لخدمة تتلقى عراسك مثلاً تبدأ تتخذ بالأسباب تتدير الأسباب فالاخير أش هذا تتدير ذاك شلي عليك وفالاخير ما تتوصلش لذاك شلي بغيت أنت تتوصل له إذا نعلاش واش الله سبحانه وتعالى ما بغكش أنك أنت يتوصل لهذاك لهذاك المنصيب أي الله سبحانه وتعالى ما بغكش توصل لهذاك المنصيب مكتب ليك رزق آخر زوين فلاسة أخرى ذاك شعلاش تلقاوش حملوا واحد مثلاً عنده الإجازة في شي تخصص وتتلقىها تيخدم في تخصص آخر الله سبحانه وتعالى تيقولوا لواحد تخصص آخر واحد طريق خرزوينة حسن منها ذاك شعلاش حاول أنك تفهم الإشارات باش ما يتنطقش عليك الآية اللي تقول فيها الله سبحانه وتعالى والله غالبون على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما فاهمين شهاد القضية ما فاهمين هاش كونوا بحال الرسول صلى الله عليه وسلم من النقد يالو وقفت لي في الحديبية ما بغاش تحرك أش قال للرسول صلى الله عليه وسلم الأصحاب دياله قال لهم أرى الله سبحانه وتعالى مغانين دير شي حاجة هنا مثلاً تكون تايف واحد لأخذ بالأسباب ديال واحد الوظيفة وتتلقى ها منين بديتين تايتها تجمع الوراق تتعكس ليك بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ما بغاش لك هذيك تطرق يوارد البال وحاول تفهم أشنو الإشارة اللي تعطي لك الله سبحانه وتعالى ديال أش من طريقة أخرى اللي بغيك تكون فيها والله غالبون على أمره ولكن أكتر الناس بزد ديالنس لا يعلمون ما فاهمينش هاد الأمر ديال القضاء والقضر ولا بغيت تفهموا هاد الأمر ديال القضاء والقضر وإحنا واش مصيرون ولا مخيرون كتبوا لي في التعليقات باش ندير واحد السلسلة ونبدأتا نشرح لكم فيها القضاء والقضر واش حنا واش مصيرون في هذه الحياة ولا مخيرون في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيام في محييكم براءة السنين حبكم في كل قلب كالهرم ترجمة نانسي قنقر من الوضركة الشرح ديالنا ديال هاد الآيات من صورة يوسف وصلنا لقول الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده يوسف بلغ أشده بمعنى بلغ اكتمال عقله وجسده كي ننشي بعض مفسرون اللي تقولوا العمر ديالش حال هنا يا أربعين سنة على حسب أش على حسب الآية اللي تقول لنا فيها الله سبحانه وتعالى ولما بلغ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنا عمت علي يعني أربعين سنة عادي تقولوا لي واش أربعين سنة أبروك يا الله فرحلة مرحلة الشباب عادي نقول لكم حيث هما أصلا كانوا تعيشوا كتار مننا يسمعي يركب حال نوح عليه السلام الذي لبت في قومه ألف سنة إلا خمسين تسعمية وخمسين سنة أوع على قيد الحياة الناس اللي كانوا قبل منا كانوا تعيشوا كتار منا وإحنا يا الأمة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لنا صلى الله عليه وسلم تقول لنا عمر أمتي بين الستين والسبعين وقليل من من يتجاوز ذلك ذاك شاعة القول أغلبية ديال نس ركا تكون في العمر ديالهم من ستين حتى نقوله قاعد تلتمانينات مئة سنة قليل اللي توصل لمئة سنة إذن هنا يا بلغ أشده وكانوا بعد مفسرون تقولوا لنا 40 سنة وكانوا مفسرون آخر تهضروا لنا بصفة عامة تقول لك وصل إلى مرحلة وهكذا أنتم ما قلوا لهم مثل امتيح الجهود وصل إلى مرحلة اكتمال العقل والجسد دياله وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا آتينه الله سبحانه وتعالى ولي تهضر هو اللي آتاه ماذا؟ الحكمة حكماً بمعنى الحكمة وعِلْمًا المعلومات يعني معلومات من الله سبحانه وتعالى الوحي بالإضافة لأش أن الله سبحانه وتعالى علمه تفسير وتحبير الرؤى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ أَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إذن بغيت تنتهي الله سبحانه وتعالى يتكرم عليك ويعطي لك معلومات زوينة ويعطي لك حتى الحكمة كن من المحسنين عرفتش نوى المحسنين عرفتش نوى الإحسان الإحسان درجة من درجات الإسلام كيف تتعرفوا أن الإسلام مراتب ثلاثة أول درجة للاسلام الإنسان من يالله تعتنق ديل إسلامي تتسمعش مسلم وتبدأ تصلي مثلا من يتم تبدأ تصلي تبدأ تديري ذيك الحركة في اللاول ما تكونش فيها الخشوع لأشي فيها هو ما زال ما فاهمش مزيان ديل إسلامي وما زال ما فاهمش صلاة مزيان من يتم تقول يتم ديل إسلامي مزيان وتفهم الصلاة مزيان وما تصلي ومستحضر القلب ديله تتم مؤمن لك شيء لاش مني نجاو واحد مجموعة ديال الرجال ديال الأعرب الأعرب بمعنى سكان البادية جاول عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي احنا رأى مؤمنين قالوا لي ويات نزل الآية نزلت الآية تقول فيها الله سبحانه وتعالى قالت الأعرب لمحمد قالت الأعرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني مني تدخل الإيمان في القلب ديالك وتبدأت تدير هذه العبادة خاشعا بخشوع من القلب ديالك هذه الوقتات تتوليت تسمى مؤمن وأعلى درجة في الإسلام ليه هو الإحسان للقناة هذه الآية التي يقول لنا الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا شِكْمًا وَالْعِلْمُ وَكَذَلِكَ نَزِّي الْمُحْسِنِينَ إذا المحسنين أو الإحسان الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك إذن هذا هو التعرف ديال الإحسان الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه تتعبد الله كمحاله لا أنت تتشوف الله سبحانه وتعالى ما تتشوف شنطير الله أيه أرى الله تتشوفك وبالتالي أش تتلتت بعد من جميع الدنوب خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى ومحبة في الله سبحانه وتعالى وتعظيما لنظر الله سبحانه وتعالى لك ولا تجعل الله أهونا ناظرين إليك إذن أنت عرضي سر ديال الحكمة وديال العلم شنوه أن تكون من المحسنين في العلاق والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيام في محياكم براءات السنين حبكم في كل قلب كالهرم اشتركوا في القناة إذن أنت عرضي سر ديال الحكمة وديال العلم شنوه أن تكون من المحسنين إذن من نبلغ الأشت دياله من نكبر يوسف عليه السلام تقول لنا الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي ثلاثة وراودته التي هو في بيتها هو في البيت ديالها اللي هو يوسف عليه السلام هو في البيت ديالها هو في الحكم ديالها يعني هو لا حول له ولا قوة ما عنده حتى شي تشي قوة في الأقوات دياله في رصه في اتخاذ القرار على شيء هو عبد وراودته التي هو في بيتها في البيت ديالها في الممتلكات ديالها في الحكم ديالها عن نفسه الفرق ديال راودته وبين راودته عن نفسه راودته بمعنى أعملت عقلي لكي أقنعه ومنها فاشقلوا لإخوة اليوسف سنراود عنه أباه وراودته عن نفسه بمعنى دعته إلى الزنا دعته إلى الفاحشة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتا لك هيتا لك بمعنى هيأتو نفسي لك إذن أش لوقع اللوقع وهو أن زوجة عزيز مصر عندها راجلها اللي هو الراجل ديالها اللي هو عزيز مصر عزيز مصر بمعنى وزير من وزراء ديال مصر أش ليتي دير هو منيتي تفيق الصباح تفيق الصباح بكري تمشي تخدم تمشي لخدمته وعرفته هو وزير من وزراء ديال مصر يعني تبدأ تتفقد الأحوال ديال مصر كلها وتبدأ تشوف واش الناس كلهم متوفرة لهم داك ش اللي هو تقابله في الوزارة ديالتو ما تيجي حتى النصصة ديال الليل ما تيجيش بكري ما تيجي حتى النصصة للليل تتكون الزوجة دياله أش نعسات تتكون الزوجة دياله نعسات وبالتالي هاد الراجل اللي هو وزير مصر أو عزيز مصر ما مهتمش بالزوجة دياله مزيان ما مهتمش بالزوجة دياله مزيان بسبب أش بسبب أنه مخلص في العمل دياله العمل دياله مزيان تقوم بالعمل دياله مزيان على أتم موجه ولكن على حسب الزوجة دياله والزوجة دياله أصلا هي مزوجة على حسب كيف شفته في الزواج باش تحصن راسها منزينة والراجل ديالها فينا هو ما كينش ما تيجيش بكري منقاع تيجي ما تيجي تنصص ديال الليل تفيقع وتنصباح بكري هي بقى نعسة مشا فين مشا الخدمة ذاك الشي علاش دروكا أنا تنشوف معكم الأسباب ديال مراوضة زوجة عزيز مصر ليوسف عليه السلام إذن من بين الأسباب وهو الإهمال ديال الزوج دياله ومن يتنقول لكم الأسباب أنا مش يتنقول لكم دروكا الأسباب يعني هي رأى مو حقة في المراوضة دياله ليوسف والدعوة دياله ليوسف الزيناء لا أنا متنقول لكم شاكا ولكن أنا هي تنذكر لكم الأسباب وإلا أرى هادش اللي درت زوجة عزيز مصر لا تبقى أش تبقى محرم حراما كبيرا لدرجة أن الزوجة دياله في وحد الليلة مشات قدت يعني استحمات ولبسات للملابس ديال النوم وجات عند يوسف عليه السلام تراوده ورجلها فينا هو باقي قام جامل الخدمة باقي في الخدمة مازال مازال مجاش ومن بالأسباب ديال مراوضة زوجة عزيز مصر ليوسف وهو أن يوسف كان تمتلك أش وحد نسبة ديال جمال كبيرة درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لنا أوتي يا يوسف نصفة نصفة الجمال ومن بالأمور اللي كذلك اجبت زوجة عزيز مصر اللي وحاية وحكمة يوسف عليه السلام هذه كلها أسباب خلت زوجة عزيز مصر تتراوده وتتجيل عنده في هذه الليلة وتتقول له هاي أتو نفسي لك يعني هضرت معاه مني شفت أن هاد الهضراء ديالها ما محركت فيه والو على حسب ما تقول لنا الله سبحانه وتعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أشقل هو قال ما عاذ الله إنه ربي أحسن متوي أشقل يوسف عليه السلام قال ما عاذ الله إنه ربي أحسن متوي هنا يقص بها جوجة الأمور الأمر الأول قال ما عاذ الله بمعنى حاشا ولله حاشا ولله أن أقع في هذا الإتم والله سبحانه وتعالى قد أحسن بي قال ما عاذ الله إنه ربي أحسن مثوي وكل معنى التاني له حاشا ولله أن أقابل عطف زوجك بماذا بالخيانة يوسف عليه السلام هنا راتفكر فاشا عزيز مصر شد له بيديه وغادي وجاي به احتجب المرط احتجب الزوجة دياله وقال لها أكرمي متواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أكرمي متواه أكرمي متواه اللي قال هنا يا إنه ربي شكون هو ربي يعني رب البيت شكون هو هذا رب البيت اللي هو عزيز مصر إنه ربي أحسن متواه إنه لا يفلح الظالمون بمعنى أي واحد ظلم إلا وراتي تجي العقاب من عند الله سبحانه وتعالى وعادي يكون ما أدياله جهنم معمره ما عادي يفلح تقولين الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ولقد همت به بمعنى مالت نفسها إليه ومالت قليلا بجسدها كذلك ناحية يوسف عليه السلام علاش باش تكتر عليه الغوايا باش يوقع الفاحشة معها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه بمعنى هنا يتلقى هم بها لولا أن رأى برهان ربه بمعنى لولا شنية لولا لولا حفظها مزيان لولا حرف امتناع لوجود شنية لولا حرف امتناع لوجود بمعنى أن لولا هذي الأدات تتمنع لنا شي حاجة موجودة في الجملة شنية الحاجة اللي موجودة في الجملة وهو أن يوسف كذلك مالت نفسه ومالت بجسده إلى أو على زوجة عزيز مصر هذا هو الأمر اللي انفته اللي انفته هذه الأدات اللي هي لو لا بحالش بحال مثلا نقول لكم سقط القلم لو لا أن مسكته واش منين قلت سقط القلم لو لا أن مسكته واش القلم واش طح لمطحش واش لي تدل على أن القلم مطحش هذك لو لا لو لا أن مسكته إذن كذلك هنا يفد الجملة تقولين الله سبحانه وتعالى لو لا أن رأى برهان ربه واش نوى هاد البرهان اللي وراه لي الله سبحانه وتعالى باش يبعدوا من الوقع في الفاحشة هاد البرهان أو هاد المعجزة اللي وراه لي الله سبحانه وتعالى وهو أن يوسف عليه السلام على حسن ما تقوله المفسرون فالكتاب ديه تفسير ديه الطبري تقولوا أنه أنه رأى أداه يعض على يديه وباه شفباه تعض علي ديه تقول لي لا تقع في هذا الاتم لا تقع في هذا الاتم وكيف معنى أخر وهو أنه رأى جبريل يقول له لا تقع في هذا الاتم إذن هاد برهان ربه هو اللي رسله الله سبحانه وتعالى ليوسف الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام باش يبعدوا من هاد الفاحشة تقول لنا الله سبحانه وتعالى في تتم ديه هاد الآية إنه من عبادنا المخلصين ورقد همت به وهم بها لولا أمر أبرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين بمعنى واش يوسف بحدو اللي الله سبحانه وتعالى تيعاونه باش ميوقعش في الفاحشة لا حتى انت يا حتى انت يا حتى انت يا الله سبحانه وتعالى رأتي يعاونك باش تبعد على الفاحشة مثلا شي بعض مرات تتهز القرطابل ديه كتبعد دخل مواقع الإباحية شي بعض المرات تتبلوك لك البرطابل إذا نادرة برهان ربي ربك رأي رسلها لك ولا مثلا تتلقى مثلا تقاد لك الشارج ولا تتلقى الكونيكسيو ماكينش ولا تتلقى مجموعة دي الأمور ولا تتلقى مثلا بحال كيف تعود واحد تلبيد قل لك واحد الفيديو في اليوتيوب منكلك عليه مندخلي مندخلي تسمع واحد تقول لي اتقي الله إن الله ينظر إليك واتقي الله هذا رف حتى تتوره برهان ربه أو مثلا من بين البرهان اللي تدير لك الله سبحانه وتعالى أنك تتشوف هادي الفيديو وتتشوفني مثلا تقول لك رخصك تصلي رخصة واجبة خصك تصلي باشي عرفك الله سبحانه وتعالى باشي عرفك الرسول صلى الله وسلم باشي عرفك الرسول صلى الله وسلم باشي عرفه يوم القيامة وباش ندخل الجنة إذا سمعتي هاد الجملة أراه صار في دروك هاداره برهان أرسلو إليك الله سبحانه وتعالى من خلال هادي الفيديو إذا ندركه ما بقدش عندك تتشي عضر الصلاة واجبة خصك تصلي باشي دخل الجنة أراه ماشي الله سبحانه وتعالى قال لك دخل هاد الفيديو ديالي هير هكك لا هانت دخلتي الفيديو ديالي وهاني هضرت لك مثلا على الصلاة هدا ره برهان الله سبحانه وتعالى عليك هادي ره حجة عليك نفهم وهادي في نفس الوقت أراه محبة من الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى خلك دخل هاد الفيديو ديالي وتشوفني دابة تنقول لك ره حصك تصلي هدا ره برهان صافيم زيان فهم تدركه في العلا والمجد كونوا شامة وحفظوا الدين وأوطان الشيام في محيي لكم براءات السنين في حبكم في كل قلب كالهرم موسيقى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة إنه من عبادنا المخلصين المخلصين بمعنى قمة الإخلاص وغاية الإخلاص بمعنى المصطفين والمخلصين وإنه من عبادنا المخلصين كنت أنت يا مخلص والله سبحانه وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير إنه من عبادنا المخلصين هنا يوسف عليه السلام من الشفرس وأنه كذلك تبقى إنسان عادي ضعاف وعادي يقدر يوقع في الإتم والفحشة مع زوجة عزيز مصر عزيز مصر زوجة عزيز مصر اللي عارفة أنها ره جميلة من جميلات نساء مصر ودرجة أنه يرى تتفتخر وتتكبر بالجامل ديالها وتتفتخر بالجامل ديالها لدرجة أنه نسوت المدينة من بعد عادي بدأوا تضحكوا عليها حي تلقوا الفرصة أنهم يضحكوا على المتعجريفة زوجة عزيز مصر على حسب الفكر ديالهم ومهما أما أنا ندركها إليها نشرح لكم عارفة رصها زوينة وعارفة رصها رهيلا بقت معا يوسف عليه السلام بحده في هذه الغرفة لوحده لقيتها طويلة أنا عادي وقع في الفاحشة هي عارفة المعلومة اللي من بعد أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما وبالتالي أشخص سكت الدين تبعد من الاختلاء أو الخلوة بالنساء الأجنبية النساء الأجنبيات الأجنبيات بمعنى اللي ممكن تزوج بيهم ما خصكش بقب وحدك انتوياهم وبالتالي أي بنت ما تقول لياش مثلا ما تقول لياش راه الدري راه الله عمرها دار وراه ضريف وراه مشيت باش نراجع عنوية وراه صدمت وحد نهارت حط ادي على رجلية ولي على ظهري اتحرش بيها ما خلى رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما إذن تقول لنا الله سبحانه وتعالى واستبق الباب إذن هاد شي كله باش يخرج رسو يوسف عليه السلام من هاد المأزق من هاد الابتلاء شديد تقول لنا الله سبحانه وتعالى أن يوسف بدا تيسرع تيجري تيتسبقه وزوجة عزيز مصر الباب هو تيحاول أنه ويسبقها باش يحل الباب باش يخرج بطلي الساعة بخورة باش موقعش في الفاحشة وهي تتحاول أنها تسبقه باش يخلي الباب مسدود حي تعرفت إلا فتسبقت مع يوسف لوحد مدة طويلة راه يدي وقع معها في الفاحشة حيتي هي كانت كذلك جميلة وستبق الباب من يوسف تيبقى رجل سبقها سبقها الباب وبدأ هو وقع تيحل ما داش فيها بدأ هو وقع تيحل في الباب هي في الأول جرته من القميس دياله واحد جرة خفيفة ما كان جرت محبة منين هو صافي مصمم وصافي عازم على أنه يخرج من هذيك الغرفة جرته استحكمت اضفارها مزيان حكمت بالإيديها مزيان منيس حكمت بالإيديها مزيان اضفارها وصلوا لتوب قوية القميس ديال يوسف عليه السلام من الخلف تقولين الله سبحانه وتعالى واستبقيت سبقوا الباب واستبق الباب وقدت قميصهم من ضبر قدت قميصه قدت بمعنى مزقت قدت قميصه من ضبر وألفا ألفا بمعنى وجد ألفا بمعنى وجد وألفا بمعنى وجد مننحل يوسف عليه السلام الباب وجد سيدها لدى الباب سيدها سيد هاد الآية اللي هي سيدها لدى الباب منها جابوا العلماء استحباب قول سيدي للزوج يعني المرات تقول رجلها أسيدي وحطى الرجل تقول المرطو ألا لا باش يبقى الاحترام المحبة بين الزوجين وجعل بينكم مودة ورحمة تقول لي هي أسيدي وتقول له ألا لا باش تبقى المحبة بين الزوجين باش الحب بنتهم ما يموت إذن وألف يا سيدها السيد يعني الزوج ديلها وألف يا سيدها لدى الباب إذن خارجين بجوجهم وخايفين ومدعوقين وتلقى وتلقى وراجل زوجة عزيز مصر باين أشي تدينه هنا وما لكم تصدمتوا منين شتوني ذاك شعلاش زوجة عزيز مصر بتلصق المصيبة وبتلصق المشكلة من يوسف عليه السلام قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم أش قالت زوجة عزيز مصر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أشنو الجزاء اللي عادي تدير يا زوجي اللي بغا اللي كانت تتحرش بيا وبغا أنه يغتص بني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وما سكتاتش لكون سكتات هنا ما جزاء من أراد بأهلك سوءا لكون سكتات هنا لكل راه هو بيقولك القاتل ديريكت الرجل بيقولك القتيل يموت ولكن هيا حت باقع حت تتحب يوسف عليه السلام وعزيز عليها دك شاء لش لمسكتاتش كملات ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم تسجن أو لا عذاب أليم قتله لا ما تقتلوش ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم يوسف عليه السلام بيدافع على رسول أشقل لهم قال هي راودتني عن نفسه إذن كيندروكا القول ديال زوجة عزيز مصر وقول آخر مخالف ديال يوسف عليه السلام بمعنى أنه أفاوض عندنا هدايا نقصهم واحد لحل الحل اللي أوقع وهو واحد من أهل ديال زوجة عزيز مصر تشهد وشهد شاهد من أهلها وهذا الشاهد اللي من أهلها تقولوا بعض العلماء أنه راشد كبير وأغلب يدي المفسر تقول لك لا را مش راشد كبير لا هذا را راضيع بقي قعمة راضيع ورا وقعت واحد المعجزة أن هذا الراضيع قال لهم يشوفوا هذه المسألة إلا كان القامس ديال يوسف تمزق من الخلف را هي اللي كتبت هي اللي تتحرش به ولا تمزق القامس ديال يوسف من اللي قدام بمعنى أنه هو اللي تكذب يوسف عليه السلام هو اللي تكذب وهو اللي تتحرش بها غادي البشر يغتص بها حتى وتدفعه هي حتى تمزق لي حتى تقطع له القامس دياله من اللي قدام هادي الشاهد كيف قلنا بعض المفسرون مفسرون يقول لك هذا راه طفل راضيع تحدث في المهد بمعنى تحدث وهو بقي صغير في العلاق والمجد كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيام في محياكم براءات السنين حبكم في كل قلب كالهرم وقال لك أن هذا واحد من الخمسة ديالأطفال اللي تحدثوه في المهد خمسة ديالأطفال طفل الأول اللي هو عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام لا تطعرفوا أنه تحدثوه بقي في المهد بقي صغير يا الله وولدته لأم دياله مريم وداخل بيها بيها القبيلة بدأت فأشارت إليه وبدأ هو تهضر طفل الثاني اللي هو طفل أصحاب الأخدود شنوا أصحاب الأخدود واحد الخد خد واحد سهل واحد سهل شكل هاد أصحاب الأخدود واحد الأسرة من هم؟ قتلهم فرعون قتلهم فرعون فرعون دال واحد لإناء كبير دال فيه السيت وبدأ ترمي فيه أش هذه الطريقة اللي كانت يجيل دالها شوال من مرة بدأ ترمي أش هذه الأسرة المؤمنة بالله سبحانه وتعالى حيث فرعون كانت تقول لهم أنا ربكم والأعلى إذن دا ترمي لهم وهذا ترمي الأبناء وتقول الأم وتقول لها أمني بيا قولي أنا را والإله ديالك ما بغتش آخر ابن أرمو وهو واحد الابن الرضيع بقي ترضى خدوا من عندها بيرمو في بيرمو في في الإناء اللي فيه الزيت وديرين فيه العافية باش يموت باش يتحرك باش يتسلق بالزيت باش يموت تقول لها الابن دياله وتبتي فإنك على الحق عدو أصحاب الأخدود إذن قلنا عيسى عليه السلام طفل أم أصرة أصحاب الأخدود وكين عندنا الابن ديال الراعي شكونا هو هذا الراعي الراعي اللي زنى بوحد المرأة نعود لكم القصة اللقاء هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لنا رحم الله أخي جريج جريج العابد تقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي جريج كان عابدا ولم يكن عالما كان عابدا أش كانت يدير هاتجريج كانت تعبد الله سبحانه وتعلى تطلع للبيت دياله وتبدأ تعبد الله سبحانه وتعبد الله سبحانه وتعبد الله مغفر لي الله ومرحم لي الله وما توب عليه الله وما الله وما تطعي تليه الأم دياله تطعيت ليهمه وتات قول ليه تعالى ساعدني أجروني أجروني هو أشل دار جريج بدأت تقول معرسه أنا أحسن شكوله فيه الأجر الكبير وش أنني مشي نعون الأم ديالي ولا أنني انقاتا عبد الله سبحانه وتعالى وهنا يا الدعاء هنا يرى سنة مشي واجب مشي بحال عندنا حنا يا دبا صالة واجبة إذا عطت لك الأم ديالك ونت عطت تصلي خصتك تصلي خصتك تكمل الصالة ديالك من بعد تمشيل عند الأم ديالك ولكن مثلا بحال تراوح عندك الأجر كبير إلى عاونة الأم ديالك مثلا في الغسير ديال الأواني عندك أجر كبير على أنك تمشي تصلي تراوح عندك أجر كبير تعاون الأم ديالك على أنك أش تمشي تصلي نوافل اللي بحالش بحال تراوح المهمة شي اللي يوقع على هاد جوريج هاد جوريج الأم دياله تعصبت هي تقول اللهم لا تميتوا حتى يرى أوجها أوجها المميسة بمعنى بنات شارع اللي تبيعوا لعرض ديالهم دعات عليه لأم دياله باش ما يموت حتى يشوف الأوجه ديال أش ديال بنات الشارع أش اللي يوقع عليه اللي يوقع عليه من بعد هو أن واحد المرأة كانت تحبه شافته عجب أجبه حبته هو وما عرفت ما لقى تستشي طريقة كيفاش تدير باش أنه يتزوج بيها وأش اللي دارت مشات زنات معه واحد راعي واحد الراجل ترعى الغانم دياله ومشات لعن القاضي وقاتلي هراها هاد البطن ديالي هاد الحمل ديالي هراها من جوريج وراها ما بغاش تحمل المسؤولية دياله وتزوج بيها صافي عيط القاضي عيط على جوريج أجي لاجي شي جابوه وحيت ما كيننش الأمور اللي بهاي عارفوا ما عندو مش هادك لو قطال الدين باش عارفو واش هادك ولدو نيت ولا ماشي ولدو ولا المهم ما عارفوش هاش اللي دارو قالك ندخلو هالحبس توكان نشوفو واش نتحروف لأمر مزيان واش نيت هو نتلزنا بها ولا لا المهم راها لحد لأنا را تبتع لي الجريمة دخلوه للحبس من يدخلوه للحبس هادك الحبس فيه جاة ديال الرجال وجاة ديال العيالات ما لقعوش ليه البلاصة في جاة ديال الرجال قال وما يدخلوه لوحد الزنزانة دخلوه لوحد الحبس الواحد الغرفة وكايني الناس واحد لقيتتي المهم عيالات تسمع العيالات تهضروا تتسولوا وحدة الأخرى تتقول ليها علش اللي يحبسوه قالوا لي قالت لي هوم اراها كانت معا واحد تنزني وما يجي وما يحبسونا وما يديونا وحبسونا الاخرى ايه تحني الزينة والاخرى تحني الزينة ويفدا جوره يجيبكي حتفكر الدعاء ديال المو حتسمعها النار تدعي تدعي علي حاولوا تبعدوا على الأم ديالك تدعي عليك هانتم مشتوه دابا الإيجابيات ديال الأم تدعي معاك تدعي عليك تبعد لك القدر الخيب تولي عن قدر زوين ديالك المصائب المكفرة تحيي دالك الله سبحانه وتعالى وتولي لك النار ديالك تدعي زوين وإلا دعت عليك أرى ممكن أنك توقع عليك هذيك المصيبة ممكن واش الله سبحانه وتعالى سميع أيه سميع واش سمعها أيه سمعها وإلا كانت على حق بالخصص أرى مشيتي فيها جوريش بدتي بكي على هاش تبكي حتشف أن دعوة ديال الأم دياله وقعت بمعنى أنها كانت صادقة فهذاك الحكم أن المساعدة دياله لها راح سن من هذك الدعاء اللي كانت يصلي اللي كانت يدعي بدتي بكي هذيك المرأة ولدت مني ولدت عاوتني استدعاهم عايت لهم هذك القاضي عايت لهم القاضي مرة أخرى وجاب جوريش دهوة هذك الوقتة فاش بيصدر هذك القاضي بيصدر الحكم هو يتحدث هذك الطفل لي الله تزاد تحدث وبدأت يقول تقول ليهم أرى الأب ديالي أرى ما شه هو جوريش الأب ديالي أرى هو الراعي ذاك الراعي اسمته كده وكده معجزة من عند الله سبحانه وتعالى وصافي قلت بتات البراءة ديال جوريش قلت لكي قلت لكم هذا وشاهدة شاهدون من أهلها واحد من الأبناء أو من الأطفال الخمسة اللي تحدثوا في المهد قلت لكم كين عيسى عليه السلام وكين ابن أسرة أصحاب الأخدود وكين هذا اللي قلت لكم لي هو ابن شكون لابن ديال هذك المرأة اللي اتهمت جوريش ظلما وعدوانا لابن ديال الراعي وكين واحد أخر ابن آخر لي هو هذا نتل اللي كان معنا نتل في الآية شاهدة شاهدون من أهلها ها هو الرابط بقليل الخمس الخمس هو ابن ماشطة بنت فرعون شكون عياد ماشطة بنت فرعون أشنا عياد ماشطة بنت فرعون موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخامس هو ابن ماشطة بنته فرعون شكونا اياد ماشطة بنته فرعون اشنا اياد ماشطة بنته فرعون ابن ماشطة بنته فرعون واحد المرأة كانت تتمشط البنت ديالت فرعون مرأة ماشطة البنت شعر ديال البنت ديالت فرعون اشي اللي وقع عليها اللي وقع عليها هو انها هي تتمشط شعر ديال هديك البنت ديالت فرعون واحد انهارت وطح لها هدك المشط طحت لها المشطة نزلت باش تهز المشطة هي تقول بسم الله اي قات بسم الله انت اللي تتاكل جا ما تتقلت بسم الله تتقلت لبس حويش ما تتقلت بسم الله تتقلت شرب ما تتقلت بسم الله هدي قات بسم الله باتهز المشطة هي تقول بسم الله هي تقول لها البنت ديالت فرعون قلت لها الله الذي هو أبي قلت لها الله ربي وربك ورب أبيك هو الله تعالى هي تقول لها إذن أنت لا تؤمنين بأبي قلت لها ربي وربك ورب أبيك هو الله سبحانه وتعالى مش هتتجري لعند بطاها مش هتتجري لعند بطاها رأى ذكريتات مشطلية رأى ما تتأمن شبيك حيث هو تقول لهم أنا ربكم الأعلى رأى ما تتأمن شبيك إيواشنو تتأمن واحد إلي أخر عيطوا لها جيبوها جيبوها وجيبو الأبناء ديلها جيبوها وجيبو الأبناء ديلها اللي من بينهم أش وحد طفل بقي راضيع وقال لي هاشنو قالت لي ربي وربك والله تعالى هوي يعيط على الجنود وجدوا لي عودتاني هذك الإناء الكبير اللي فيه الزيت وشعلوا العافية من تحت منهم شعلوا العافية من تحت هذك الإناء الكبير اللي فيه الزيت وهم يجروا الجنود أش ماشطة بنت فرعون ماشطة ديلة البنت ديله والأبناء ديلها جرينهم وجيبينهم غادين بهم توصلهم لهادك الإناء ووصلهم لإناء وبدأت يقول لها عش ماش قلتي واش أنا ربكم الأعلى ييه ولا لا تتقول لها ربي وربك والله تعالى رميولي هالإبن ديلها الكبير رميولي هالإبن ديلها الكبير يتعودتاني قال لها عودتاني قال لها عش ماش تقولي قلت ليه ربي وربك والله تعالى ويقول لهم ارميوا لي هالابن الاخر وتي ارميوا لي هالابن الكبير تبعوا لي هالابن الاخر وتي ارميهم في هذيك الزيت والحامية السخونة وتي بدأت يشمو الرائحة الكريهة ديال الشياطة ديال الرائحة الكريهة ديال هذوك الأبناء وما تتسلقوتوا وما تيموتوا حتى بقى أش بقى واحد طفل رضيع بقي طفل صغير بقي طفل ما زال ما حق عليه بدأت يدر طفل صغير هو ما يمشوا واحد الجندي ومشوا واحد الجندي هو يشد من عندها هذك الطفل من عندها هذك الطفل هي هي تنهار هي تطح بركبها الأرض هي تنهار هو يقول لها ولدها قال لها يا أمه أتبتي فإنك على الحق يا أمه أتبتي فإنك على الحق أتبتي هي تقوي رصا أرموا لها هذك الإبن مات وقال لها فرعون أش لا تقولي قالت له ربي وربك والله تعالى هو يجرها هذك الجنود وغادين بها بشي يرميها حتى هي في الزيت بشي قلوها صفي بشي تهنه ومنا غادين بها غاد يوتا تلفتا تشوف فاسمته قالت له قال لي هذوره هذوره جبوها جبوها وهو يتقول لي عدي لك واحد طلب واحد قالت لي قال لي أشنو وش أطلبي أنني نخليك على قيد الحياة ما نرمكش أعطار في بيا أنني إله قالت له لا ربي وربك والله سبحانه وتعالى قالت له تنطلب منك إلا افتح ترميتين التأنية إلا قمتنا جمع العظم دينا والعظم دي الأبناء ديلي جمعنا كامل الفش في واحد القبر واحد قال لي أسف لك ذلك رميوها في الزيت هم يرميوها تتغوت وتتحرق وتتغوت وتتحرق حتى مت ورمو العظم ديالها هي والأبناء ديالها فين داروه داروه في واحد القبر جمعهم كامل في قبر واحد وهما ترميهم تشمون رائحة كريهة ديالش ديال الشياط ديال اللحم ديالها هي والأبناء ديالها وهما تتحرقوا هاد الرائحة الكريهة تحولت الرائحة طيبة تعود لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لنا منين أعرج بي منين في الإسراء والمعراج منين أعرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العليا قال لكم أنا مع جبريل واحد وقتها وصلت لو واحد السماء وتنشم واحد الرائحة جميلة وطيبة والسول رسول صلى الله عليه وسلم جبريل قال لي ما هذه الرائحة الطيبة في هذه السماء هو يقول له جبريل عليه السم قلغة صلى الله وسلم إنها رائحة ماشطة بنت فرعون وأبنائها إنها رائحة ماشطة بنت فرعون وأبنائها ذيك الرائحة اللي كانت كاريها في الدنيا حولت الرائحة زوينا طيبة رائحة ديال واحد المؤمنة ديال واحد المسلمة ووحد المؤمنة والأبناء ديالها الطيبين إذا انت انت يا باش تكون عندك واحد رائحة طيبة زوينا خلي راتك على الإسلام وشوف أشي اللي وقع عليهم بسبب أش بأنهم مت مسكن الدين الإسلامي الدين ديالهم الدين توحيد ديالهم انت يا تا واحد ما قال لك ما قال لك ما تصليش تا واحد ما قال هالكش وفي الأخير انت قاش ما تتصليش هما هما تي عبد الله سبحانه وتعالى تخبيه خيف من فرعون انت يا تا واحد ما منعك وش تسنا من بعدها الفيديو اللي قطع قاعد ديها هالفيديو سير طبضة تصلي لبقي ما صليتش سير طبضة تصلي عبطيش حال ده الرسو صلى الله عليه وسلم باشي وصل لنا الدين ديالنا الإسلامي وفي الأخير احنا يا كيف قال لنا الله سبحانه وتعالى كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول تيبكي من انت قرى الآية من انزلت عليه الآية وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الشهوات فسوف يلقون غيا تيبكي تكون السبب ديالبوكة ديالرسو صلى الله عليه وسلم انت ما تتصليش ولا انتي ما تتصليش حشوما حشوما اشتركوا في القناة كونوا شامة واحفظوا الدين وأوطان الشيام في محياكم براءات السنين حبكم في كل قلب كالهرم اشتركوا في القناة 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 نعود لكم هاد الابناء قلت لكم عيسى عليه السلام ابن أسرة أصحاب الأخذج وابن الراعي اللي اتهمه أنه ابن ديال جوريج الرائد ديال جوريج الابن الرابع اللي هو هذا شاهد شاهد من أهلها الابن الخامس اللي هو الابن ديال معاشطة بنت فرعو إذن نكمل وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبولين من القدام فصدقت أنه هو اللي بغي يغتصبها وهي تدفع في حتى تقطع عليه القميص دياله وإن كان قميصه قد من دبورين فكذبت هي اللي كذبت وهو من الصادقين فلما رأى شكونا هو هذا اللي رأى الزوج ديال زوجة عزيز مصر الزوج فلما رأى قميصه قد من دبورين قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم بمعنى من مكر كنا إن مكر كنا يا نساء عظيم جدا ومن ثم نقول المكر ديالهم عظيم على في نفس الوقت الضعف ديالهم كذلك عظيم هنا يا مني تبتت الجري معلما أو تبتت هاد المراوضة على زوجة عزيز مصر أش قال الزوج ديال عزيز مصر المرتو وليوسف أش قال لي يوسف قال لي يوسف أعرض عن هذا أعرض عن هذا في هالجوش ديال معاني أعرض عن هذا بمعنى إمتنع من أن نقوم في الفاحشتي مع زوجتي وكيد معنى آخر وهو الأقوى أعرض عن هذا بمعنى حاول أن تكتم هذا السر اكتم هذا السر هذا الشي اللي وقع اكتمه وما تخرجوش اكتم هذا هذا السر وخليه بينتنا ما تقول لتشي واحد يوسف أعرض عن هذا وقال لمرته وستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صافي هادش اللي دار هادش اللي قال لمره دياله أي صافي علاش اللي كانت هادر ضد الفعل الباردة علاش لربما أنها هي اللي بنت الأسياد وهو أش من الشعب وكين سبب آخر لي هو أن الفضيحة مبغاش أنها تزيد كبير يعني مثلا إلا فتطلقها الفضيحة بتزيد كبير أكتر من ذلك عليها وعليه حتى هو لك شعلش قال لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ومن هاد لو قيت وهو مخاص مع الزوجة دياله حتى فاشتطع طارف فاشتطدخل فاشتطع طارف وتتقول أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين تقول لنا الله سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة قالوا العيالات لكين في المدينة كيف قلت أن زوجة عزيز مصر كانت تتباهها لهم وتتفتخر عليهم بالجمل ديالها وبالمنصب ديالها داك شعلش نسوة المدينة كانوا ضغين هالفورصة فاش أنهم يبدوا تسخروا منها وتضحكوا عليها وتي بشير الضلاز ما كن لحساب وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين إذن تضحكوا عليها على جوج ديال الأمور الأمر الأول وهو أنها قالوا لك قالوا لك تراود فتاها عن نفسه فتاها يا واحد العبد ما شي شي وزير ما شي 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 واحد عنده شي منصب كبير هذا العبد عندها خادم عندها عبد عندها تراود عن نفسه قد شغفها حبا بمعنى قد وصل حبها حبه قد وصل حبها له شغاف قلبها بمعنى أعماق قلبها قد شغفها حبا وتضحكوا يعني تضحكوا على المسألة الثانية أنها قالوا أنها تتحبو نيت يعني مش هي تفليت لا تتحبو نيت هم يقولوا لي إنا لنراها في ضلال المبين تبلنا في وحد ضلال ووحد تتيه في شكل ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن من اسمعات زوجة عزيز مصر بالمكر ديالهم بمعنى أنهم تضحكوا عليها وتيسخروا منها وتيستهزوا منها فلما سمعت بمكرهن وقال لنا الله سبحانه وتعالى المكر ديالهم بمعنى الهدف ديالهم ماشي هي الحقيقة ماشي هي أنها مخصاش تديرها كاك حيث هاد شرع خيم لا ماشي الهدف ديالهم وما الحقيقة أنها مخصاش ترود فتها لا الهدف ديالهم هو السخرية اضحكوا عليها ذاك شعلش اسمها الله سبحانه وتعالى بالمكر فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن عيطات لهم وهي عارفة أنهم عادي يجوا باي يجوا باي يجوا حيث هما قاع من ديالهم بحركة فيهم كترة الهدراء بمعنى فيهم كترة تبرقيق وعادي يبغيوا أنهم يبرققوا القصر ويشوفوا الخدم دياله وكيفاش يتعاملوا ويشوفوا المكلة دياله القصر كيف ديرها ويشوفوا يبرققوا في القصر لك شعلش هي عرفاتهم عادي يجوا عيطات لهم هي رجلت لهم أجي وتعالوا وما جاء وتجير لهم دع ما خافوا لتكون هي مجدى لهم شي مفاجأ أو لشي عاجت نطق منهم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن أرضت عليهم أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ أعدت وهيئت لهن متكأ وجدت لهم واحد لمتكأ بمعنى تقلصوا على مخد زوين وتتكوا على مخد متكأ وطلعت فيهم وبدأوا تبرققوا كيف قلت لك من يدخلوا وهما تبرققوا في القصر وتشوفوا في القصر كيف ده وتشوفوا في الخدم وكيفاش تتعاملوا الخدم مع الأسياد وش حد ديال الخدم كينين عندهم وكيفاش تهضروا الخدم مع الأسياد والماكلة ديال القصر كيف ده يراه والفوكي ديال القصر كيف ده يراه المهم وكلاتهم حتجوا اللوقتة ديال أنهم يكلوا الدسر يكلوا الفاكهة أعطت لهم واحد منهم ديال الفاكهة كين انت تقولوا تفاحة ولكن ما محددش هنا أعطت لهم فاكهة فاكهة أعطت عليهم أعطت لهم واحد الفاكهة وآتت كل واحدة منهن سكينا أعطت لكل واحد منهم موس وبدوا تقطعوا بيبدوا تقطعوا هذه الفاكهة باش يأكلوها هذه كل واحدة فاش يالله بدوا تقطعوا قالت هي اليوسف أخرج عليهم وقالت أخرج عليهم منين هو خرج ويتم غادي جيتهم يعني أمرتوك بحالي لا أمرتو باش يخدمهم بشي حاجة يجيب لهم الماء واللي يجيب هما تقطعوا الفاكهة وتشوفوا شي خيال جاي واحد الخيال ديال شي راجل جاي لعندهم أش قالوا هما مع ريوسهم قالوا راب عادي نبدأوا حنياتا نقطعوا دغيا عادي نخطفوا واحد شوفوا دغيا ونشوفوا شكل جاي دغيا وعادي نبدأوا تنكملوا لقطع ديال هذيك الفاكهة هما صافوا برمجوا عقلهم العقل تبرمج على أش على أنهم يبدأوا تقطعوا برمجوا عقلهم على أنهم يبدأوا تقطعوا بقاوا تقطعوا بقاوا تقطعوا هذيك لوقيتها فاش بيخطفوا ذيك نشوفوا وعادتان يرجعوا منشوفوا بحلاكة تبلهم يوسف فبقاوا هما تقطعوا وتبلهم يوسف وتشوفوا فيه تقولين الله سبحانه وتعالى فقطعنا أيديهن قطعنا أيديهن ماشي قطعوا إديهم على جوج لا ولكن هيرد دخلوا على إديهم بمعنى ندبحوا إديهم نيت شوية نبحوا إديهم نيت مرة ممكنش تقطع الإدرافية العظام قطعنا أيديهن إلا هي بمعنى أنهم ضربون جرحة إديهم جرحة كبيرة إذن فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرنه أش ليه أكبرنه أكبرنه ورمش يعني أنهم قالوا الله أكبر إلا هما قاموا ماشي موحيدين تعمدوا هذك الأصنهم هما واتنيين إذن أشنه أشنه نقصوا بأكبرنه أكبرنه بمعنى أنهم قبل ما يجوا يشوفوا على الحقيقة داروا له واحد الصورة من يسمعوا أن زوجة عزيز مصر تراوض وفتا عن نفسه قالوا هو ماشي وزير أو ماشي شي واحد مسؤول نيت كيف عادي يكون عادي يكون زوين عادي يكون زع ما كان الكتاب دياله كبار وعادي يكون كيف عادي يكون داروا لأفرصهم واحد الصورة ولكن من جوا وشفوه على الحقيقة بنت لهم صورة ديلة يوسف عليه السلام على الحقيقة أكبر من الصورة لتخيلهما إذن هذه أكبرناه 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 ظهر لهم على الحقيقة أكبر مما تخيلناه أكبر من الصورة التي تخيلناه عليه فلما رأيناه أكبرناه أكبرناه وقلنا حاشا ولله حاشا أن هذا يكون بشر إن هذا إلا ملك كريم قالت لحب دياله في قلبي كتر أكتر فأكتر أش نقول أنا ياللي داي من كين معي أنت وما يالله شفتوه دقيقة قطعتو يديكم اذبحتو يديكم ضربتو يديكم في العلاق والمجد كون شامة وحفظوا الدين وأوطان الشيام في محييكم براءات السنين حبكم في كل قلب كالهرم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وجهه بريء البراءة والحياء زع ما كين راه ممكن أنك تضغياء تضرب عليه ويستجبلك لا ما استجبش لي ولقد راوتو عن نفسي فاستعصم من إن هي تقول لهم فاستعصم شفت في عينهم أنها هي بدأت تتقلل من رأسها بدأت تطيح من قيمتها بداك شي عالش قلت لهم من بعد 북한 وَلَإِنْ لَمْ يَفْعْلَ مَا آمُرُهُ وَلَإِنْ لَمْ يَفْعْلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنْ وَلَيَكُونَ مِنَ صَغِرِينَ بَشْتًا يعودت لتعلي من قيمتها قالت لهم against whom وَلَإْ لَمْ يَفْعْلْ مَا أَمُرُهُ لَيَسْجَنًا عادين السجنه ولا يكون من الصغيرين صغير بمعنى المحتقرين بمعنى عادي صغر به عادي حقره الاحتقار عادي طيح بقيمته كيف ما طيح بقيمتي أنا وما استجبلياش هو تسمع أشريتا تقول زوجة عزيز مصر هو يقول قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدعونني إليه فيها جوجة لمعاني المعنى الأول وهو أنها زوجة عزيز مصر كانت تهضر مع نسوة المدينة وتتقول لهم ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره هي تضر وتتشوف يوسف عليه السلام هي تقول له لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين هذه اللقية هي تتقول لي لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين نسوة المدينة يقولوا لي صعف صعفي هي استجبليها باش ما تدخلكش الحمس باش ما تعدبكش ذاك شعرش هنا يتتقول مما يدعونني إليه الدعوة تدعوني الأش أنني نقع في فحيشة شكوناهما هادو زوجة عزيز مصر ونسوة المدينة تقولوا لي يا ساقي هير استجبليها باش ما تدخلش الحمس هذا معنى كين معنى تاني شنو هاد المعنى التاني وهو أن نسوة المدينة تاهمة ولو تيتحرشوا به بمعنى التاهمة مره مره زوجة عزيز مصر تتخرج وتتقول لي سرت قدالية من خارج القصر ومن خارج الدار ونتمشي تتحرشوا به نسوة المدينة هذا المعنى التاني لك شعرش قال لنا هنا يا يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه هو يقول لله سبحانه وتعالى قال وإلا تصرف عني كيدهن إلى ما بعتش عليا يا الله أنا تنطلبك أنك تبعت علي لكيد ديالهم إلى ما بعتش عليا لكيد ديالهم را عاد ينستجبلهم حيث نبقى إنسان اليوم على غدى على بعده عاد ينستجبلهم حيث نبقى إنسان عندي غريزة حتى أنا وراه ممكن نستجبلهم وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن أصبوا إليهن بمعنى أستجيبوا لطلباتهم لرغباتهم أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين اسمعوا الله سبحانه وتعالى واستجبلي الدعوة دياله قال لنا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم الله سبحانه وتعالى هو السميع اسمعوا دعاء دياله أشتغل وعليم عارف أن الدخول دياله الحبس عادي يكون فيه واحد من صلحة قرار زوينة من الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبري من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكري تضيء معالم غراء من السمع والبصار معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطر وتملأ أفقنا ذكرى معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطر وتملأ أفقنا ذكرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر